الحمد لله واهب النعم عظيم الفضل والإحسان لا رب غيره ولا إله سواه وأصلي وأسلم على خير خلقه ورسوله إلى الثقلين خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فحديثنا إليكم في هذا المساء عن أمور يسرها الله وأتاحها وتفضل بها على عباده الحجاج وغير الحجاج وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن شعيرة الحج تأتي في الأشهر الحرم التي عظم الله شأنها وأوجب على العباد مراعاة حرمتها والبعد عن الظلم والعدوان فيها وفي شهر ذي الحجة تقع العشر المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا لما للعمل الصالح فيها من الأجر العظيم المضاعف وقلنا إن من أول ما ينبغي الحرص عليه في هذه الأيام العشر التكبير في الأوقات كلها اعترافا بعظمة الله وتحقيقا للعبودية التي كلفنا بها وكذلك الأعمال الصالحة كلها من الفروض والنوافل فهذا ميدان السباق والفوز والمسارعة إلى ردوان الله ومن لم يكتب له الحج فالنية الصالحة تكسبه بإذن الله أجورا عظيمة حتى مع عدم حجه ومن الأمور التي ينبغي للمسلم الحرص عليها وعدم تركها إذا كان قادرا عليها الأضحية وهي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام ابتداء من يوم عيد الأضحى إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق بقصد التقرب لله تبارك وتعالى والأضحية في حقيقتها شكر لله على نعمته التي أنعم بها على عبده وأقدره عليها وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله سبحانه بذبح ابنه إسماعيل فاستجاب لأمر الله ولما أضجعه وأخذ السكين ليذبح ناداه ربه بأنه فداه بكبش عظيم من الجنة فذبح إبراهيم عليه السلام الكبش بيده وبقيت بعد ذلك سنة لمن بعده وقد جاء ذكر هذه القصة في كتاب الله الكريم في قول الله عز وجل ممتنا على إبراهيم عليه السلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وفي الأضحية اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوسعة على المحتاجين وهي نسك عظيم أمر الله به كما جاء في قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقد ضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن أهل بيته وعن أمته روى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسما وكبر ووضع رجله على صفاحهما وروا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي وقد ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى التضحية لمن كان قادرا عليها وأكد على ذلك ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا ظاهر في الندب المؤكد للأضحية لأنها وإن لم تكن واجبة كما هو رأي جمهور العلماء إلا أن فيها فضلا عظيما لمن فعلها إذ يبرهن المضحي على سلامة نفسه من الشح والبخل ويظهر مسارعته إلى طلب فضل الله وأجره الجزيل بهذا العمل في هذا اليوم وينفع إخوانه المحتاجين أيضا فمن كان قادرا على ذلك ولم يفعل حري به ألا يشهد صلاة العيد مع المسلمين وقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع سنين في المدينة بعد الهجرة لم يحج وكان يضحي في كل سنة فعلى المرء المسلم أن يحرص على الأضحية وأن يتخير أفضل ما يجد من الأضاحي على قدر طاقته لأنها قربة لله جل وعلا وهو يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويقول جل ذكره لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وكما تشرع الأضحية للمسلم عن نفسه وأهله كذلك تشرع عن الميت لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم حيث ضحى عمن لم يضح من أمته وهذا يشمل الحي والميت في زمنه عليه الصلاة والسلام لأن الميت لا يخرج بموته عن أن يكون من أمة محمد ثم الصدقة عن الميت من الأمور الثابتة كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر إن تصدقت عنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولا بد أن تكون الأضحية في السن المعتبرة شرعا وهو جذع الضأن وثني المعز والبقر والإبل ولا بد أن تكون سليمة من العلوب مقبولة للأكل ووقت التضحية لا بد أن يكون بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل ذلك فلا تعد ذبيحته من الأضاحي لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وتكفي الأضحية الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته ويمكن أن يشترك أكثر من واحد في الإبل والبقر خاصة فإذا كانوا إلى سبعة وهذا يعني أنه يكون لكل واحد منهم سبع بدنة يجزئه عن الأضحية أما الغنم فلا يقع الاشتراك فيها في الملك يعني لا تكون الغنم مملوكة في الأضحية إلا لواحد لكن في الثواب لا بأس من التشريك بأن ينوي ذلك عن نفسه وعن أهل بيته وعن غيره من أقاربه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في التضحية عنه وعن أهله وعن من لم يضحي من أمته والأضحية مشروعة في حق الحاج وغير الحاج على الصحيح ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلم الذي لم يكتب له الحج صيام يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ومن العشر المباركة فإن الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه جعل صيام هذا اليوم بالنية الخالصة كفارة لدنوب سنتين كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا كما قدمنا لغير الحاج أما الحاج فلا يشرع له صومه حتى يبقى في يوم عرفة قويا نشيطا متفرغا للعبادة والدعاء في هذا اليوم الذي هو يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم والواقف بعرفة يحتاج إلى أن يوفر طاقته لمثل هذا اليوم لأن الصوم ربما أضعفه عن بعض ما يريد فعله من الدعاء والذكر وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف بعرفة في حجة الوداء فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو صائب وقال بعضهم ليس بصائب فأرسلت إليه بقدح لبا وهو واقف على بعيره فشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم وكان هذا بمحضر من جمع غفير من الواقفين بعرفة ولابد أيها الإخوة من أن نعتمد أن الوقوف بعرفة هو في اليوم الذي يقف فيه الناس في هذه البقاء الطاهرة فلا عبرة بعمل من يعتمد على الحساب في إثبات يوم عرفة وقد يخالف ما هو المعتمد هنا في الوقوف في يوم عرفة في يعتمد أنه بالحساب قبله أو بعده لأن عرفة الحج عرفة وعرفة يوم يقف الناس فلا عبرة بغير وقوف المسلمين في هذا اليوم في معرفة اليوم التاسع والأمر العظيم الأهم في يوم عرفة هو الدعاء الذي هو أرجى ما يعمله العبد فيه ومعلوم شأن الدعاء وأهميته في دين الله فإن الله تبارك وتعالى أمر به في كتابه الكريم فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والمقصود بالعبادة هنا الدعاء وقال جل ذكره أدعوا ربكم تضرعا وخفية وقال أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وجاء في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدعاء هو العبادة وهذا بيان لأهمية الدعاء لأنه المظهر الحقيقي للذل والافتقار إلى فضل الله وإلى ما عنده فحال الداعي تنبئ عن عجزه وانقطاعه وأنه لم يجد ملجأ ولا ملاذ ولا سبيل لتحقيق حاجته إلا باللجوء إلى الله فإذا صدقت العزيمة وصحت النية من العبد الداعي فإن الله من فضله وسعة رحمته تأذن بالإجابة وإذا تيسر المسلم الوقوف بعرفة فعليه أن يجتهد في الدعاء وإظهار الرغبة وفي التذلل والطمع في فضل الله ورحمته في هذا اليوم العظيم رجاء أن يحقق الله له مطلوبه بالعفو والمغفرة وأن يسهل أموره في دنيا ويبلغه مقصودة وهذه الجموع العظيمة التي جاءت من كل حدب وصوب استجابة لنداء الله وطمعا فيما عنده تحفها ملائكته وهو يرى مكانهم ويسمع مقالهم ويعلم حالهم فيمن على من يشاء بما هو حقيق به جل وعلا وقد جاء في الحديث الذي رواه عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الحديث وإن كان يدل على فضل وأهمية الدعاء في يوم عرفة لمن وقف بها إلا أنه يستفاد منه أيضا الدعاء لغير الحاج في يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخصص الدعاء لمن وقف بل قال دعاء يوم عرفة فالذي لم يكتب له الحج عليها أن يبادر ويجتهد في الدعاء في هذا اليوم العظيم وإذا اجتمع هذا الدعاء من غير الحاج مع صيام يوم عرفة فهذا مما يرجى لصاحبه القبول والأجر العظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه يوم الاثنين والخميس فقال تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وهذا الذكر العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خير ما قال هو والنبيون من قبله مما ينبغي للحاج وغير الحاج الاستكثار منه في يوم عرفة وكذلك الاستكثار من الأذكار الأخرى كقراءة القرآن والاستغفار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتسبيح والتهليل وليس هناك دعاء مخصوص في هذا اليوم وإنما ينبغي للمسلم أن يستكثر من ذكر الله ومن الأدعية المذكورة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في كتاب الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومثل قوله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وغير ذلك مما ورد في كتاب الله ومن مثل ما جاء أيضا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كقوله اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وقوله اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وقوله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بياني سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وغير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذا كله لا يمنع من أن يدعو المسلم بغير هذا إن لم يستطع أو لأن له حاجات أخرى يرجوها من ربه فإن هذا الموطن من أعظم مواطن إجابة الدعاء وقد روي أن بعض السلف كانوا يدخرون بعض حاجاتهم ليدعو بها في يوم عرفة وهذا لا يعني أنهم كانوا يتوقفون عن الدعاء بها قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى قريب لمن دعاه يستجيب الدعاء في كل الأوقات ولكن هذا يعني التماس الأوقات الفاضلة لاستجابة الدعاء فلا يمنع أن يدعو المسلم بها قبل يوم عرفة ولكن الحرص على الدعاء والإلحاح بها في هذا اليوم العظيم مما ينبغي الاعتناء به وعلى المسلم أن يقدم في هذا اليوم الدعاء لشأن الآخرة فإنها هي الباقية ولا بأس بأن يدعو بكل ما يؤمله في نفسه أو أهله أو أولاده أو أقربائه وعليه أن يحرص على الدعاء لإخوانه المسلمين في كل مكان بهدايتهم وصلاح أمرهم وأن يوفق الله ولاة أمرهم لما يحب ويرضى ونحن في هذه الآونة نعيش في زمن هذه الكارثة فعلى كل مسلم خاصة في هذا اليوم أن يجتهد بالتضرع إلى الله أن يكشف عنا وعن العباد هذا الكرب وأن يرفع عنا البلاء بفضله ورحمته وأن يردنا إليه ردا جميلا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاص وعن سائر بلاد المسلمين عام وبعد انقضاء يوم عرفة يدفع من كان حاجا إلى مزدلفة ومنها إلى ميناء فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ويتحلل وينحر هديه إن كان معه هدي ويطوف ويسعى ويرجع إلى ميناء ليبيت بها ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويدعو بعد رمي الصغرى وبعد رمي الوسطى دعاء طويلا كما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو بالخيار بعد الرمي في اليوم الثاني عشر إن أحب أن يتعجل فيخرج فله ذلك وإن أحب أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر فيغادر منا بعد رمي الجمرات الثلاث فله ذلك وإن كان من خارج مكة فعليه طواف الوداع قبل أن ينصرف وبذلك يكون قد اكتمل نسكه أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن يغفر ذنوبنا ويصلح أحوالنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر